محاضرة اليوم على البوش داون اوتومتا سهلة اسئلة عدنا على المحاضرة القبل قلنا من البوش داون اوتومتا عدنا استيطات اللازم تتعلمون شلون ترسمون الاستيطات ذني و عدنا تايب عدنا شريط اللي نكتب عليه السترين و عدنا الاستاك المكدس اللي احنا هنانا قلنا مثل الدي اف اي الاستيطات عدنا استاك بداية عدنا استاك نهاية عدنا الالفابت الالفابت اما تكون زيرو انوان او اي بي سي دي او اي شي لكان و عدنا بالمكدس الاستاك اي شي تقدرون تكتبون بداية هاي دا يشرح لكم على المحاضرة القبل بالبداية عدنا استاك عدنا استاك عدنا استاك دولار او يكون زيرو اي شي لكان بس يكون مو من الحروف الابجدية يعني مثلا زيرو زيدوان او مثلا بس اكتر الرفرنس مكتوب عليها هن الاس دالر او زيرو فانتو هم كتبوها يعني بداية الاستاك فدائما احنا من نبدي الريد نخزن بالاستاك نبدي نكتب مثلا زيرو بسان هناني كاتبت لكم زيرو هناك كاتبت لكم العفو هناك كاتبت لكم زيرو ما يفرق فانتوين عاتين جيبتين اذا اي سؤال اللي يجيبين امتحان بتقدرون تجاوبوا اول سؤال شوفوا عدنا البي دي اي اريد اللانجوج مثلا هاي اللي هنانا كاتبته زيرو وان يعني شنو اول شغلة كون انتبه عليها اللانجوج اي سترينجل راح تدخل هذا ويعني صر اكسب كون تبدي بزيرو وتنتهي بوان اوكي وثاني شغلة عدد التكرار للزيرو يساوي عدد التكرار للوان هاي ثاني موضوع ثالث موضوع اللي هنانا كنا ننتبه عليها دي يقلي الان اكبر او يساوي زيرو يعني شنو يعني اني هنانا يقبل الابسيلون يعني هي البداية هي النهاية فهاي ثلاث نقاط لازم انتبه عليها شوفوا طلابي انا هم كاتبت لكم السؤال وهم الدياقرام اللي لازم انتو لازم مثلا لو اذا امتحان كان بالجامعة وعلى الوراق فانتو منقطيكم هذا اللانجوج لازم يتكتبولي شنو السفرنجات اللي صر اكسبت بهذا اللانجوج مثلا اكتب الابسيلون اول شي اللي اقدر اختاره الان تكون وان يعني عندي زيرو وان او يكون الان هنانا يساوي تو فيصير عدي اثنين زيرو وان وان ثلاثة ثلاثة يعني عدد التكرار للزيرو وللوان نفس الشي بس المهم يبدي بزيرو وينتهي بوان هاي بعدنا ما بعدين بالمحاضرة يعني بعدنا ما ما نشتغلين على الاسان اختار مثلا اختار زيرو 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 وان 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 هذا اخلي على الشريط على التيب المثل ما اقلت لكم اهنان مثل الدي اف اي او الان اف اي شنو نخلي سلسلة او سترينج وانقول هاي الدياغرام تقبلها او ما تقبلها يعني اصير اكسبت يصير ريجيكت اهنان مثل ما نشتغلون عندي ثلاثة زيرو في البداية وبعدها ثلاثة وان اوكي اريد ارسم الدياغراماتي ارسم استيت البداية استيت البداية مزل ما قبل شوي اجدت لكم لان مكتوب الان اكبر او يساوي الزيرو فالستيت البداية شنش راح يصير راح يصير استيت البداية هو استيت النهاية يعني يمكن قبل ما اقدي السلسلة هي تنتهي يعني عندي الابسلون فاينتبه عليها بالرسمة ارسم لكيو زيرو رسمتي لكيو زيرو قلت لكم اول شغلة راح نسويها بالستاك الفرقها بين دي اف اي والان اف اي عدنا هنا الافو باللب الفوش داون اوتومتا عدنا هنا استاك يعني عدنا مكدس لازم عدنا هذا المكدس سيمبول اليه اللي هو الاس دالر او الزيرو يعني يبين بداية الاستاك فاش اقول اقول اذا عندي زيرو ان هي انا هاي الرسمة المني هاي اللانجوج هاي اللانجوج اللي قلت لكم اياها خلبي صارت هنا انا هوسا امسحها فاني بالبداية لازم اكتب الزيرو لان انا بدايتي البداية اريدها ع الزيرو عفوا بداية بالزيرو اش راح اكتب اكتب هنا الزيرو وبعد هالز زيرو او الاس دالر ما يفرق اش تكتبون اعدي فمثل ما تشوفون اكتب زيرو اريد اشوف يقرالي هاذ او ما يقرالي يعني ايه اشوف يقلي اذا عندك زيرو وانت بداية الاستاك هاي اول خطوة اللي هنا راح نستخدم هذا ال اذا عندي زيرو طبعا انا عندي هاس التايب الهد بيقشر على الزيرو بيقشر على هذا التايب وين اول رقم هو الزيرو فيقلك اذا عندك زيرو وعلى اعلى الاستاك عندك زيد زيرو شوفوا طلابي مين شوفون اي زيد زيرو مثلا زيد اي او اي شي او زيرو زيد زيرو او مقار هاي تكتبون اس دالر وبعد هاي تكتبون اي او زيرو هاي يعني خطوة اول خطوة يعني تستخدموه هي هاي زيد زيرو يعني هاي بداية الاستاك انت هنا انا يعني اي شي ما عندك فعندك بس على الاستاك قدك زيد زيرو مثلا هنا انا زيد زيرو او اس دالر هاي خطوة الاولى فاني ما اقدر استخدم اه استخدم مثلا هادا الخطوة لا ما اقدر بداية استخدم هادا فاكتب زيرو اذا عندي ثاني نقطة هاي اذا عندي الاس دالر او زيد زيرو على الاستاك فاضيف الاي على الزيد زيرو شوفوا هنا اذا متكتبون الزيد زيرو هم عادي اضيف الاي هنا انتبهوا اضيف الاي فوق الزيد زيرو او اس دالر ما يفرق اوكي لعداني هس الشفت ادي زيرو على الاي الهد يقشر على الزيرو والاستاك شنو الاستاك هم اهنان ش عندي عندي مثلا هنان هو هادا زيد زيرو كنت لكم او اس دالر ما يفرق فاش ضفت ضفت الاي اوكي يعني انا قريت الزيرو خلاص قريت اهنان الزيرو خطوة ثانية يقلك هاي خطوة الاولى كانت هاي خطوة الثانية يقلك اذا عندك زيرو على الهد يقشر على الزيرو يعني السلسلة المختارها ثاني رقم بيها زيرو والاستاك عليها فوق الاستاك اكون اي فش سوي ضيف لي اي واحد اي ضيف لي على الاستاك يعني هاي هم قريتها خليت الزيرو هنا انا هاي هم قريتها اوكي واروح خطوه بعده يقول لك اذا انديك وان اضافة يعني الهيد يقشر على الوان طلابي لا صح ما يقشر على الوان يقشر على الزيرو ومثل ما من قبل قلت لكم من ادنالوب عدد التكرار مو الا مرة ومرتين قد ما تقدرون تقدرون تكررون مثلا زيرو نوان اي رقم الكان عدكم لوب هنا فهنا شا سوي اختار؟ يا خطوة اختارها طبعا اختار هاي الخطوة ما اقدر اختار هاي الخطوة لاني عندي هسا زيرو بعد ما مكملة عندي زيرو فاشوف يقلي اذا عندك زيرو وعلى اعلى الاستاك اكو اي ضيفي اي وحدة هاي الاي الثانية قصدها هاي قبلها فراح اضيف اي لاخ اوكي فالزيرو الثالث هم قرينا خلصنا من عندنا هسا الهد يقشر على وان هنانا بعد ما لا داعي ابقى هنانا لان انا الهد يقشر على زيرو وعلى وان على الوان فاختار هاي الخطوة اختار هاي الخطوة يعني اقول الهد بيقشر على الوان وفوق الاستاك اكو اي هي يقلك سوي ليها ابسلون يعني بوب سوي ليها بوب اسحب لي هاذا الاي السحبة شلون السحبة امسحة لكم مسحتها فهسا من مسحت الاي قرالي الوان اوكي خطوة البعد هاي يقلك اذا عندك وان اذا عندك وان اذا عندك وان واي على الاستاك يعني فوق الاستاك فوق المكدس بس عندنا اي فاسحب لي مرت الله شي يقلك سوي ليها ابسلون شوف عندنا هنا لوب انا مود يريد يشوف عدد الزيرو عدد الزيرو والوان لازم تكون متساوية فصحاني عندي اي هنانا ودي يقشر على الوان فيقلك شنو اسحب لي الاي سحبت الاي ادنا لوب المرة الثالثة راح اكبرر هاي هالا الوان خليتها مرة الثالثة الهد يقشر على الاي العفو يقشر على الوان الهد يقشر على الوان لوقوا هنانا امسح هذا الوان الهد يقشر على الوان اوكي هذا الوان صح يقشر على الوان عندي يقلك فوق المكدس على الاستاك عددك اي اي عندي اي بيقلك اذا عندك اي سوي ليه بوب شوف هذا الابسلون اللي هنانا ما كان البوب قاعد فامسح الاي الثالثة فمن مسحة الاي هذا هنقرينا يعني صارا شوفوان الزيروات ثلاثة ما كتبتهن فانتبهوا على عدد الزيرو واني هنانا ضفت اي وعلى عدد الوان اني سحبت اي فوصلت وين وصلت للنهاية وصلت للنهاية واني هنانا هسه شعدي هذا كلها مساحته ما شفتوا هسه وحده وحده شطبتهن فيقلك اذا ما بقى شي عالشريط يعني كل الارقام قريتهن طبعا هنانا زيرو انا راح ما كتبته يعني هنانا ماكو اي شي عالشريط كل هن قريتهن ووصلت بوغلستاك هم زيت زيرو وهذا متل ما اقلت لكم از دالر او ما اقرب فيقلك خلص يعني وصلت للنهاية خلي زيت زيرو خلي زيت زيرو هنا انا عادي يقلك اذا عندك بوغلستاك زيت زيرو وانت وصلت لل زيت زيرو خلي زيت زيرو وعلى التايب كش ما عندك ابسلون اوكي بس لحظة خلى شوف شون السؤال طلاب ماكو صوت اوكي اباني ماكو صوت اوكي اوكي واضح ت traveler اوكي اذا عندكم سؤالة اقرروا لكم اياه اوكي سؤال الثاني طلابي انتبهوا عدنا هنا سؤال الثاني يقول لك عدي بالPDA عندي هذا اللانجوج لازم يصير اكسب شنو هذا اللانجوج شنو عدي هاي هنا شنو قبل شوية قلت لكم 0 and 1 صح؟ هذا نفسه انتبهوا علي انتو لو تعرفون هذا السؤال 10 اسئلة تدرون تجابه لان كان نفس الشي فهنان الفرق قاني اول خطوة لازم السلسلة تبدي بA وتنتهي بB هاي اول خطوة يعني لازم تبدي بA ولازم تنتهي بB ثاني خطوة عدد التكرار number of A equal number of B عدد التكرار للA يساوي عدد التكرار للB مثل ما تشوفون عليها N والN هي اكبر او تساوي 1 ثالث خطوة قبل شوية قلت لكم هنان كانت 0 فالبداية كانت نهاية يعني تشمل الابسلون بس هنان لأن كاتب 1 فما عدنا ابسلون يعني هي البداية مو نهاية ما عدنا الابسلون بس هنان بس انتبهوا ركزوا نفس الشغلة السويناها قبل شوية بس شن الفارق شوفوا شن الفارق اهنان ايش عدي اختار مثلا هاذا السلسلة هاذا سترينج A A B B يطيقون هاذا فانا اريد اشوف اسوية ترس اقول هاذا شنو صح او مصح هيتقبلها هاي الماشين ارسم الدياقرام اكتب state الاول ماذا ما اقتلكم بالبداية هنان اش كتبنا لان قلنا لازم تبدي بA فهنان لازم اكتب احتمال من B الاحتمال بس واحد وهو تبدي بA فاقول اذا تبدي بA شوفو هنان وعدي هنانا Z0 عندي هنانا Z0 يعني بداية الاستاك يعني بعدي المكدس فارغ ما بي اي شي فيقل لي خلي A على Z0 اخلي الاي اخلي الاي بال استاك يعني شنو يعني قرأت هذا الاي اوكي قرأته خلاص كتبته هنانا خطوة ثانية خطوة ثانية اقول اذا بعد هن عندك A على الشريط على التي الهده يقشر على الاي الهده يقشر على الاي وفوق المكدس على الاستاك عندك A فخلي فوقها اي لاخ اوكي اخلي اي لاخ هادها قرأته بعدها اروح للخطوة البعدها يقلي اذا عندك على التيب B اذا عندك على التيب B يعني الهده يقشر على ال B وعلى المكدس شنعش عندك على المكدس على الاستاك عندك A فسوي لي يا بوب اوكي مساحته فال B هم قرأناها اذا عندك يقلك اذا عندك هذا اللوب يعني تكرار هنا هم عندنا عدد تكرار يمكن ال A اربع مرات A عدي اربع مرات B عندي اش قد ما عندي A لازم يكون عندي B هل امود وصل للنهاية يقلك اذا عندك B اوه فوق الاستاك هم عندك A فوق الاستاك عندك A فوق الاستاك عندك A اي هذا الاي لان هذا خمس احناه قبل شوي يبقى هذا فسوي اليو بوب سويت بوب يعني هسا الاستاك شنو فرغ يعني اي شي ما عندنا بالمكدس فش راح اسوي اقول اذا اي هم البي مثل ما ما كتبتها مره له اي هنان البي هم قريتها هنا هنا مره قريتها وهنا مره قريتها فام اقول اذا فرغ التايب يعني ما عندك اي شي عندك ابسيلون يعني قرار ذا نكلهن وقال الاستاك عندك Z0 اوكي وصلنا للنهاية خلي Z0 خلي Z0 ووصلنا للنهاية فقرينا هذا السؤال الثاني بس لحظة طلابة خلي شوف اسئلة عندكم او لا ما جاي يطلع يمي الصوت بس صورة طلابي الكل يسمعون الصوت وفا قاسم ما نفعل الصوت اكيد ما نفعل الصوت علموها موانقة لتلكم شلون تخلوا على شكل التليفون نقرؤ بس تضغط عليها يتفعل الصوت اوكي هذا السؤال الثاني واضح فهمتوه هكو عندكم سؤال على السؤال الثاني اوكي هسا روح على السؤال الثالث شوف هذا السؤال الثالث يشوي يختلف من السؤالين دولة عدنا هنانا الالفابت الاي والبي فهنا شي يقلك يقلك يمكن السؤال يكون بهاي الصورة يجي اذا طيتكم هيجي هذا السؤال تكتبولي اذا اقلك number of A's are equal to number of B's اذا كتبت لكم بهاي الصورة باي الصورة اللي اكتبلكم اياه اذا كتبت A's 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 B's Favio هاي نفس الشي يعني هاذا وهذا نفس الشي بس يمكن بهاي الصورة يجي السؤال يمكن المهم بهاي الصورة يجي السؤال يمكن بهاي المهم بهاي الصورة يجي السؤال من طريقتين كتبت لكم السؤال شوفوا طلابي هنا من الفرق بين هذا السؤال والسؤالين القبيل هذا السؤال ما نحددني مثلا ما اقول يمكن يبدي اول ملاحظة يمكن يبدي باي او يبدي ببي او ينتهي ببي او ينتهي باي فما نحدد يبدي باي او يبدي ببي القبيل كنا نقول يبدي بتلان كاركتر وينتهي بهذا الكاركتر بس هنا ما نحدد بس المهم هنا يقولك عدد التكرار نفس الشي مو مهم يبدي باي او ببي او ينتهي باي او ينتهي ببي فهنا بس يهمني عدد التكرار اوكي هنا عندي احتمالات هواية شوفوا طلابي هنا اول شغلة اللي قلت لكم اياها تنتبهون على الزد الزد زيرو الزد زيرو يعني هي بداية الاستاك يعني بداية الحل فهاي الخطوة اول خطوة يقولك اذا مثلا اختار منعني الاي بي بي مثلا اي اوكي اذا اختاريت الاي بي بي اي اول خطوة اللي لازم اختاره هنا يقولك اذا يبدي باي خلي علي استاك اي اذا يبدي ببي خلي علي الاستاك بي فاحنا الاسترينج مالتنا يبدي بشنو يبدي باي فمن الشوفون تبدون من الزد زيرو مكتوب اذا الهات دي اشر علي الاي احنا يعني راح نستخدم هاي الخطوة بس خلي مساحي لكم اي اخر راح استخدم هاي الخطوة يعني اذا عندي على التيب اي الهات دي اشر علي الاي واني بزة زيرو يعني بداية الاستاك فاخلي اي على الزد خليت الاي هذا حذفته خليت الاي هنان وقريت هاذا الاي اوكي هسا اذا عندي الهات دي اشر علي البي اذا الهات دي باشر علي البي وعال الاستاك اي موجود ياخد و لازم اختارها اذا الهات دي اشر علي البي وعال الاستاك اكو اي هاي الخطوة شوفو التايب علية بي السلسلة لدي اغراها الكاركتر الثاني هو بي فعندي بي وعال المكدس عندي اي فيقلك سوي لي اياها فوق اوكي امسح امسح قريت البي اذا عندي بي اذا عندي بي واني على الشريط عندي بي وهنان اش عدي؟ عدي زيت زيرو مو ماذا مسحته؟ يعني بقى بس زيت زيرو فاذا عندي خلى مسحه هم اذا عندي اهنان بي وعال المكدس بس عدي زيت زيرو فيا خطوة لازم اختارها انتبهوا اختار هاي الخطوة اخلي بي يقلك اذا عندك بي على الشريط ووصلت للزيت زيرو خلي بي على الزيت زيرو خليت البي اوكي اقرأ هاي البي انتهت البي قريتها الثانية فسا اذا عندي اي انتبهوا عندي على الشريط اي وقلل الستاكل عندي بي لازم ياخد واختارها نعم هاي الخطوة لازم اختارها عندي على الشريط اي وعلى المكدس عدي بي فاسوها هاي هم فوق اوكي كتبتي الاي فيقول اذا خلص الشريط السبعة عدي الشي اقرأ لا ما عندي وصلت للإبسلون يعني ماكو اي شي فرغ واكو زيت زيرو بس هنا لستاكن فارغ ما بيشي فاقول هاي السلسلة اقبلها اوكي طلابي هاد السؤال شنو واضح عبدالله واضح طلابي اوكي 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 شكرا دا تفاعلون وتكتبون بالبقية هوين نايمين بس عدد قليل دا يكتبون اوكي نايمين سروح على سؤال البعدي شوكوا طلاب اهنا اش عدنا؟ عدنا نفس الخطوة يلي قلنا الاي اوكي القوس ان و بو اس بس لحظة ان يعني عدد التكرار للاي واللي بي نفس الشي فاكتب اول ملاحظة اللازم تنتبهون عليها اهنان اي سلسلة اي سترين تبدي باي نقبلها وتنتهي بسي اي سلسلة تبدي باي وتنتهي بسي الصر اكسب ثاني نقطة عدد التكرار number of a equal number of b عدد التكرار الاي والبي مساوي يعني نفس الشي بس السي ما محددني اي شي كان يعني السي هي بس وحدة هنانا موجودة ما جاي اللي عدد يعني عدد تكرار او تساوي اي او تساوي بي فهنانا بس سي وحدة موجودة اوكي فعدد التكرار للاي والبي اي نفس الشي السي بس وحدة وبالنهاي يعني السلسلة راح تبدي باي وتنتهي بسي تنتهي بسي و أه م عدد تكرار الاي وبي وساوي والن اكبر او تساوي واحد يعني ما عدنا الابسيلون وما عدنا هايها الخطوة الثالثة فناخذ وحنا منذاني نختار وحنا منذاني السترينغار ونطبق عليها مثلا ناخذ ثاني A A B B C شوفوا طلابي بداية قلت لكم اول خطوة نكتب ال A لان هو احنا قلنا هناني اي سلسلة هناني الموجودة لازم تبدي بA فاكتب A وعلى الاستاك عد بس Z0 فاكتب Z0 يقلك اذا عندك شوفوا الالية شنو يقلك من اكتب ال A دائما او الزيرو مثل ما شفتو من يجي ال A اكتب A ومن يجي ال B امسح ال A فعلى مدهاي من اشوف الاستاك التيب خورا يعني ما اكو اي شي عندي على ال تايب على الشريط فيعني خلص ال A تصاول بي يعني بس هاي افتهموها العدي من عندي A شوفوا هنانا من عندي A اي شي تريد تكتبون مدها ثاني من عندي A قللك اذا الهدي اشر على ال A والاستاك فارغة ما بيها اي شي بيها Z0 يعني على السيمبل موجودة على Z0 او استالر فاغليلي A اوكي خليت A هنانا امسح ال A يعني انا بعد قريتها من الشريط فاكتب A بعدها يقلك اذا الشريط B A شوفوا نوب عندنا هنان اذا عندي A وعلى الستاك على الستاك عندي A فاضيف لي A ثانية اوكي اضيف لي A وقرأ اي يعني خليت A فاحنا هنانا خلصنا من A اروح على الخطوة البعدها يقلك اذا شفت B اذا شفت على الشريط B وعلى المكدس عدك A فاسحب لي اسحب ال A برايكم امسحها موضة مسحة ال A يعني هساني من مسحة ال A يعني قريت ال B اوكي هاي الخطوة ادي موب وهنا لان اريد اقول عدد ال A يساوي عدد ال B فاذا اقول اذا الهد يقشر بعدها على ال B وعلى المكدس عدد اي فهذا ما سوي بوب امسحة هادها مسحة 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 ال A هنانا طرأت ال B خلص يقول لك اذا عندي C على الشريط على التايب عدد C اوكي عندي C اوكي عندي C وعلى ال استاك عدد Z0 E صح عدد Z0 يقول اوصل لل Z0 يعني خليها Z0 كتبت C وخليت Z0 الخطوة البعد هاي هاي هنانا طبعا اكتب C وامسحة يقول لك اذا الشريط فرغ شوكوا انتوا وهاي الخطوة وهذا الخطوة دائما موجودة بكل الدياقرامات فاذا عندي اهنان ابسيلون يعني خلص كله طريته اي شي ما بقى على الشريط يعني ابسيلون والستاك هم فرغ Z0 وصلنا الى النهاية يعني قبل تهاية استرسلة اوكي طلاب هاد السؤال هم كان سهل ان شاء الله سهل انا ريت تفاعلكم اذا شوف تكتبون اذا فاهميني كتبوا اذا ما فاهميني اشرحلكم ايام يعني اروح على السؤال البعد السؤال البعد شنو شوفوا نفس الخطوات نفس هنا كالرهن بس الفرق هنان عندي عندي شنو السي السي بس لحظة السي هنانا عندنا يام ام يعني عدد تكرار لان قبل شوية شنوش قلنا قلنا السي بس واحد ما كان عنده تكرار فالفرق هنانا بس اخلي اللوب يعني اخلي اللوب للسي على مودة كررة شوفوا قدنا شوية ما كان عندي هنا اللوب بس السي قلت اذا وصلنا للسي وزا الزيره اروح على الخطوة البعد هاي يعني انتهي بس هنا الفرق بس اخلي هنانا اللوب اخلي اللوب على السي مور تلا خم اشرحلكم اياها يمكن ما فاهميها زيان اشرحلكم اياها وانتبهوا عليها اوكي الاي يعني هاي هنانا عندنا يبديو باي وينتهي بسي فعنا نقطع عندنا عدد التكرار الاي يساوي عدد التكرار البي ثالث خطوة يقلك هو الابسنون لا يعني هي البداية مو نهاية لان قال الان اكبر او يساوي والم والن اكبر او يساوي الوان هذا ان المعلومات العدنة نخليهم على مود نكتب السترين هنا ايش كتبت مثلا خلي نجيب نختار اطول سلسلة اي 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 بي بي سي 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 واش قد ما كان السي شوفه طلابي اول شي الاشوفه اشوف على السترين ايه السلسلة لازم تبدي باي وتنتهي بسي عدد تكرار الاي والبين يساوي فاقول اذا الهد يقشر على الاي واني بدايتي الستاك فراح اضيف اي اخلي ايه هنانه وقره هذا هذا حذفته وكتبته هنانه اي اوكي ثاني نقطة اقول اذا عندي الهد يقشر على الاي يعني بعد عندي اي بعد عندي اي والستاك علي اي فاضيف اي لاخ يعني اول اختار هاي الخطوة بعد اختار خطوة ثانية اضيف اي لاخ هايها ممسحة وكتب هنا اي قريتها فاذا الاي يعني بعدنا مستمرين احنا بالاي اذا الهد يقشر على الاي نختار مماطل لاخ خطوة ثانية اذا الهد يقشر على الاي والاستاك علي اي فاضيف اي لاخ اوكي اضفت اي انتبهوا على عدد الاي ده يضيف اي على مود على نفس العدد راح امسحن هالخطوة يعني شنو يعني اذا عدنا بي فهنان عدنا لوب مثل ما شوهو هنا انا عددي اي لوب علي شقد ما عندي اي اضيف اي وهنان شقد ما عندي بي احدف اي حدفت اقول اذا عدي بي اذا عندي بي عالشريط على التايب وعلى الستاك عندي اي احدف الاي اوكي احدف هذا الاي اقرأ البي اكتبها هنانا واحدف الاي حدفت الاي بعدها نفس الخطوة راح اكررها اقول اذا عدي بمرت اذا عدي بي وعلى الستاك هم عندي اي هي هاي الخطوة نفسها احذف الاي احذف الاي حذفتها خلصت وراحت كتبت البي هنا انا بقان عندي السي باقول اذا عندي السي ووصلت الزت زيرو اقراها اقرأ السي قريتها ما علي اخلي الزت زيرو بمقانها المهم انا من اكتب زت زيرو زت زيرو سي عندي اقراها بس ما اضيف شي على الستاك او امسح شي لان ما عندي مو مهم الي السي مو عدد تكراها ما رأاني وقت اضيف شي على الستاك علامون فكرة بالي الاريد على عدد البي مثلا عدد البي يصوى عدد الاي فاش قد ما عندي اي اكتب اي علامون دب قد ما عندي اي يكون عندي بي فمن يجاني البيات امسح الاي فهنا السي ما تهمني فاقول عندي السي اقراها السي اوكي قريتها قريت السي كتبت هون سي ثانيهم باللوب ادخل اللوب اقول عندي السي وزت زيرو على الستاك اوكي زت زيرو خليها بمكانها وقرأ السي قرأت السي ثانيهم قول سعدها ما اقراها لما اشوف الستاك فرق فاقول قرص قبلت السلسلة طلاب سهل هاذا السوال سهل هاذا السوال سهل هو نفسه بس السي ادي مكرر سارة سارة على ايدي ان يوما كان صعب ايليج هو السي تكرار السي اها النتية مش ضعيف والصورة واقفة اوكي بطلاق اعيد السارة اوكي طلاب اذا فاهمي لان هو راح اسجله وخليوا الرابط بالكلاسروم يعني مارت الله تقدرون يستمعون فهاي هزا اليوم اذا مارت الله هكرر بعد ما اللحق نكمل كل الاسئلة ونخليها على المحاضرة اكيد يتعبون اوكي شو بطلابي هاي راح اعيدها ان احنا بطفقين احنا عدد التكرار اوكي والسيب النهاية يعني اوكي والسيب النهاية وبداية مو نهاية مو ابسلون لان الان او الام اكبر او يساوي الوان فذني لازم نخليه نبان على مدني كتر نرسم الدياغرام نبدو من البداية اختار السلسلة الـ a, a, b, b, c فش راح اكتب اكتب اقول اذا عندي اي على الهيت اذا عندي اي على الهيت والستاك ما بيها اي شي زيت زيرو راح اضيف اي هاي الخطوة راح اختارتها اذا عندي اي على الهيت طبعا كل ما اختارها يعني من اكتبها هنا عفوا من اقراها منها لازم اكتبها بمكان لان اقول انا قريتها يعني هاي الانجوج وهاي قبلة هاي السلسلة فاكتبها اكتب اقول عندي هنانا اي اوكي اذا عندي على الشريط اي وبلستاك اي عدي فاضيف اي ثاني هاي خطوة ثانية اضيف اي على هذا الاي القبل اوكي واقرأ الاي هادها محذفتها منو نوصل للبي اذا عندي بي على الشريط والستاك علي اي يقلك سوي لي اذا عندك بي وعلى استاك اي احذف لي اياه سوي لي اياه بوب اوكي حذفت الاي هذا البي هم قريتها بعدها عندي لوب مثل ما عندي للاي لوب عندي للبي لوب فاخلي هنانا اقول اذا عندي بي اذا عندي بي على الشريط وف lob اي pół اوه على الستاك عندنا هاي الاي حي الاي اخة وحذفناها شفتا هاي حذفناها حين فعدي هاسة هاي الاي فنسوي الرياء فامسح هذا الثاني خليه مسحه دستر هنا مسحنا فهايها مقرأتها وصلنا للس يقلك السي اذا وصلت على الشريط عندك وبالستاك ماكو اي شي فارغة يعني تأكدنا هنا تأكدنا عدد التكرار للا اي و البي نفس الشي يعني نفس العدد التكرار للال god يعني عدد تكراره ايه مساوجه فيش راحة اصوي أقول سي ما تهمي فما اضيفم شي للصك على مود اسحب بماكانه شي مثلا اخلي سي واقول عدد تكرار وال sitio والد نفس الشي فأخلي مكان السي مثلا اخلي ال �貴 اخلي اي وبعد م عندي جله اصح به لكن своيا أمنanton 물 الكوافر بسي هن chaotic شريط. وبالمكدس عدي الزت زيرو اقرأ بس. فاقرأ هنانا السي. اكتب السي. اذا عندي السي. هنان خليت لوب. فرق هذا السؤال. بسؤال القبله هنان عدي لوب. فهنان لوب يعني اجقد ما السي اختاره. هنان اجقد ما اكو هنان السي. اقدر اقبله. لان هذا فارق. انا قبلت منان الاي اي بي بي. فالسي اقبله. يعني صارت هاي اللانج اكسبت. اوكي. طلابي انكمل او نخلي الباقي على المحاضرة القادمة. اوكي صار. بس تريدون اكمل بالاسئلة لان هسا البعادة تختلف من القبل يعني القبل. الاسئلة القبل. انكمل او نخليها المحاضرة القادمة. ان شاء الله. كله بيش ها خلي شوف شونهم. اوكي اذا عدتوا اذا عدتوا يعني نخلص المحاضرة هسا بس تسجيلة ستة بس لحظة خلت ستة تسجيلة ستسجيلة تسجيلة ستسجيلة تسجيلة ستسجيلة